كشفت شركة أجهزة الواقع الافتراضي أوكولوس عن النموذج الأولي لجهاز جديد من أجهزة الواقع الافتراضي سمته كريس نت باي لتكون قد تقدمت خطوة أكثر نحو النسخة الموجهة للمستهلكين من أجهزتها ويحمل الجهاز الجديد حساساتي تتبع على مداري 360 درجة بحيث يمكن لكاميرا الجهاز متابعة ما يجري حتى خلف رأس المستخدم وبنفس الوقت أمام عينيه وبالتالي يصبح من الأسهل التحرك بدون الإحساس بوجود عوائق مكانية ضمن نطاق تغطية الكاميرا ومن التحسينات التي حصل عليها الجهاز الجديد أنه أصبح أخف وزنا من سابقه كما تم إضافة سماعات الصوت إليها بشكل مدمج وهذا شيء ضروري قبل إطلاق النسخة الرسمية للمستهلكين وكانت أوكولوس قد أطلقت أول جهاز واقعا افتراضيا لها في ربيع 2013 لكنه كان نسخة متورين للعرض فقط وقامت بشحن أكثر من 100 ألف جهاز بنسخة المتورين لأكثر من 130 بلدا حول العالم